عمليات أمنية في جنوبي غرب داقوق وتدمير أكثر من ست مضافات لتنظيم داعش كما أخذت القوات الأمنية على عاتقها توفير واستتباب الأمن في كاركوكي وأطرافها هناك عملية كبيرة للقوات الأمنية في جنوب غرب داقوق أثمرت عن تدمير أكثر من ست مضافات جديدة للعدو وسيطرة على الموان والأسلحة الموجودة قواتكم الأمنية الحمد لله وشكر في محافظة كاركوك مستمرة في أداء واجباتها من أجل توفير الأمن والأمان إلى كل أهنة في محافظة كاركوك العشائر العربية تقف جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية وشكلت محور صد لتنظيم داعش حتى استتبى الأمن وزال الخطر وعاد الفلاح أمنا إلى أرضه لزراعتها صد كل الخروقات الأمنية التي تحصل في هذا الوضع ونكون قلبا وقالبا مع القوات الأمنية وصد أي تعرض من أي جهة من الدواعش أو من الجهات الأخرى لكي يستمر ويستتب الأمن في محافظتنا الحبيبة بعد عودة الأمان إلى هذه المناطق تقف العشائر جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية لمقارعة داعش وأي خرق أمني يحدث فيها من قرية يا رمجة جنوب غرب كاركوك سعدون السلطان التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر